أنا بقى كنت عايزة ألف في السؤال بس كنت جاهلكوا كرجالة إن الأمان عندنا غير الأمان عندكم بالضبط إحنا كرجالة النهاردة لما أجي أقول لراجل اتق الله في الزوجة اللي ربنا أحلها لك وزي ما الرسول قال استوصوا بالنساء خيرا ليه بقى؟ لأن إنت عندك الأم والأخت والزوجة والبنت ربنا هيرزقك باربع حواليك مختلفين بقى لسه بقى البقيين بقى اللي هي زميلتك في الشغل وزميلتك في العمل وقرايبك وكل البنات اللي حاولينك دهنا يا عمري والله تقل له في البنت اللي أنت بتحبها دلوقتي ليه حتى قبل ما تبقى امراضك والله يا أمان المشكلة مش في إن البنت بس إن فيه النهاردة أبهات للأسف ببيتقوش الله حتى في البنت اللي ربنا رزقوا بيها عشان كده أنت لازم تبقى عارف إن البنت دي إيه؟ البنت دي مهما كانت أنت شعيفها كبيرة وقوية ومتسلطة ولسانها صليت هي في الأول وفي الآخر أنسة ضعيفة شافتك راجل معها كانت هتكون لك ستة بمعنى الكلمة لو كانت شافتك زكر كانت هتكون لك أنسة لكن للأسف الرجالة دور كده أنت أول ما بدأت تتكون في وجود الدنيا دي كلها تكونت في وجود مين؟ في وجود رحم الأم اللي هي أنسة أول ما كنت ضعيف ومحتاج اللي يطمنك ومحتاج في وقت الخزلان ووقت الضعف بتاعك دورت تترمى في حضن مين؟ في حضن مامت والأنسة برضو ولو ما كانتش مامتك هتدور في حضن زوجتك ولو مش في حضن زوجتك مع واحدة بترتح لها وهنا الآزمة بقى أنت تبقى عارف أن هي سكن ليك أن دي القوة بتاعتك عمرك شفت الراجل لما بيكون في الآزمة ومحتاج يفطفض أو يعيط أو يبكي ده مش ضعف بس عمرك شفت الراجل بيروح يعيط في حضن الراجل تاني ولكن بيدور على الست العاطفة اللي تطبطب عليه اللي تكون حنينة عليه ليه بقى أنت لما تكون في عز قوتك تستقوى على الحد ده ليه أنت تحاول تكسر ده ليه تكسر قلب أصلا حبك في يوم الأيام وفتقرك أن أنت الحياة كلها وتعشم ورسم حياة كاملة قدامه طريق كبير بص يا دكتور عمر أنا كل المشاكل اللي بيجي لي على الصفحة من بنات خدت وعود يعني يا جماعة البنت البنت لما بيتقالها وعد خلاص يعني أنت أولتلي دولاتي إيمان أنا عمري ما عيش من غيرك وخلاص وحياتي قفل عليك ويوعد سبيني كمان الست كلمتها أنا بشوفها والله أنا قبلت ستات كلمتها بمية راجل بالزبط هي فعلا بتكون قد العهد وقد المصادر وممكن تكون كانت حياتها راحة في حتة تانية وممكن تكون كان فيه واحد تاني متقدم لها أحسن منك وكمستوى وككل حاجة لكن هي صدقتك فأمنت بيك فقالت حرامة وجع قلبه أو أكسر قلبه الست إذا أحبت بجد تقدر تخلي الراجل اللي معها ده أسعد راجل في الدنيا وأنجح راجل في الدنيا ويكون ليها فعلا الضهر والسند وهي تكون ليد دعم والحماية ما هي دي بقى الخبطة بقى هل هل الست ما هنا بقى وأول ما هو بيقلف نظرها أن كل الكلام ده كلام وأن أي ريح يعدي يكسر العلاقة أصلا يعني فيه مثلا رجالة لو عنده مشاكل مع أهله تلاقيه تحول عليها وأنه هو خايف يتصدى لأهله مثلا وفيه كلام وفيه كلام من الحموات إذا الراجل لما قدرش يفلتر الكلام اللي بيتقاله من مامته على زوجته بالزبط هيطلق مراته إذا أنت طريقك كان كله مطباط إياك ومعصول الكلام إياك واللي بيقولك الكلام والوعود والأوهام بس الظروف تتحسن إياك من ده إياك بالمرور اللي انت مريتي بيه وفي الآخر تسمعي واحد يقول للقصص أنت المفروض الدروس اللي مريتي بيها في حياتك تكون ليكي طوق نجاه مش هو اللي يكون ليكي طوق نجاه الدروس اللي انت مريتي بيها والقلم النفس اللي عاشتيه قبليه يخليك تحذري مليون ألف مرة من أي راجل اللي يقولك كلمة حلوة أو وعود وكمان انت لما تروح تختاري اختاري الشخص المناسب على قد الظروف المناسبة اللي انت شايفها في الفترة الحالية مناسبة ليكي يعني أنا ما اختارش الراجل اللي بيتكلم كلام حلو طبو أنا هختاره إزاي مش هو إياك ومعصول الكلام إياك ومعصول الكلام طب ما إحنا كستان بنسمع الكلام الحلو بنقتنع بنصدق أزمة اشست النطجة اللي تقدر تفلتر الكلام اللي بيتقال لأ هنقف عند الحتة دي يا دكتور عمر عشان أنا عارفة أن أنت بنتخلني في مناطق ببتعلق مواضع جميلة أيوة بالضبط جدا فإياك ومعصول الكلام أنا عارفة دلوقتي كلكم قلتوا ملا إيه وملا أنا أروح أرتبط براجل يعني بيشتامني بزبط لا معصول الكلام وخصوصا مع الستات كان من قصص معناها أمان دلوقتي في المجتمع وفي السوشال ميديا ومشاهير ومش مشاهير وكانت بدايتها فرحة كلام وفيسات بتتبعت وأغاني وأغاني وناس بتغني وبيقفتحت البيت وبيبعت لك جوابات وبيقدم لك ورود وبيقدم لك وعود والنهاردة اكتشف أن أنت مش أنت اللي كان عايزا كان من فرحة البدايات اللي تخليك تفكري النهاردة لما تقيسي الراجل اللي معاك النهاردة لو هو فرحة البدايات تتغير لكن لسه ليك سند ولسه ليك أمان هو ده اللي تحافظ عليه